شيء لا يصدق وليد الراجراجي يطلقى ضربة موجعة عن النجم المغربي وساحر المنتخب المغربي حكيم زياش قبل أيام قليلة من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في سمن نهائي كأس الأمم الإفريقية بالكودفور ولكن قبل الدخول في التفاصيل تحياتي لكم جميعا عشاق ومحبي النجوم المغربة والمنتخب المغربي فضلا وليس أمرا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلق كل جددنا خلال الفترة القادمة كما تعلمون يا سادة يا كرام أن النجم المغربي حكيم زياش تم تغييره بين شوطي مباراة المغرب وزنبيا بسبب إصابته على مستوى الكاحل النجم المغربي حكيم زياش لم يتضرب أمس في الحصة التدريبية لأسود الأطلس وحسب مصادر داخل المنتخب المغربي فإن مشارقة زياش ضد جنوب إفريقيا غير مؤكدة حتى الآن إذا افتقد المنتخب المغربي لجهود زياش في مباراة جنوب إفريقيا فإنها تعتبر ضربة قوية جدا لوليد الرجراجي الذي يرى بأن حكيم زياش عنصر لا يعود في تشكيلته وتكتيكه الهجومي ولكن نحن قعشاك ومحبي للنجوم المغربة والمنتخب المغربي نصق إن شاء الله في بديل زياش أنه سيكون في المستوى المطلوب ترجمة نانسي قنقر